بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء نتابع مع بعض في مقرر Machine Elements Design 1 Chapter 8 Screwed Joints وبنتابع الstandards المختلفة أو forms of screw threads أول نوع عندي بيسمى British Standard Whitworth British Standard Whitworth هلاحظ أن angle of thread هنا 55 درجة 55 درجة ده طبعا البولتس and screw fastening for special purposes دي عندها بيستخدم في الأغراض الخاصة أو بيستخدم في تصنيع البولتس والسكرود المسامير القلوز اللي بتستخدم للأغراض الخاصة Where the connected parts are subjected to increased vibration لما يكون الأجزاء اللي أنا بربطها بطريق ال screw joints أو بالمسامير بتاعة القلوز معرضة إلى زي مثلا أو الأنظمة بتاعة التعليق في السيارة بربطها بمسامير من هذا النوع لأنها بتتعرض بشكل مستمر النوع الثاني اللي هو ال British Association وده هلاحظ هنا أن زاوية بتاعته قليلة جدا اللي هي 47.5 دجريز عشان كده بيستخدم في instruments and other precision works بيستخدمه في الأجهزة صناعة الأجهزة الدقيقة النوع اللي بعد كده اللي بسميه ال American National Standard Thread وده الزاوية بتاعته 60 دجريز مع الاستخدام العام اللي بيستخدم طبعا في General Purposes للمسامير العامة والصواميل وخلافه بيستخدم في عملات الربط العامية النوع اللي بعد كده اللي هو بسميه Unified Standard Thread وده جرى اتفاق ما بين بريطانيا وما بين كندا والUnited States على أساس ان هما يوصلوا لتوحيد في Standard معين بزاوية 60 وبلاحظ هنا ان القمة بتاعته مقوسة بالشكل ده أو Carvature واخد Carvature بهذا الشكل بحيث ان هو يعمل Facility او يسهل في Exchange of Machinery يسهل عملية التبادل ما بين الدول المختلفة بحيث ان انا اقدر استخدمه في عمليات الربط المختلفة Worldwide ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة